مرحبا بكم معي مرة أخرى في مطبخ الشيخ نجد ليس شاء الله سأجد معكم هذه الوصفة لهائلة منذ مرة أخرى كنت أفكر عن المجدى لكن تحت الفرصة وسأجد معكم رما والسبب هو أنني كنت في هذا السوق وتلقيت هذا الصحن وهو عبارة عن مول وفي نفس الوقت صحن تقديم يعني كتطيبوا فيه وفي نفس الوقت كتقدموا فيه الوصفة ديركم سوف أفتحه معكم ونرى الشكل تقدروا تقوموا في المحلات لأنه لا يوجد الكثير من الوصفة وكيبوا فيهم ونحن لديه هنا للسوق ولكن كفكرة تقدروا أن تجدوا عليه في الوصفة ونرى يعني الثمان تقلقوا في المحلات لا شيء غير ترى الصحن كيبان للشكل يعني تقدروا تستعملوا الكيك تشوفوا تدروا المول على هذا الشكل يشد الحجب ونرى كيف لكم يعني كتعمروا فيه هنا الكيكات أو الوصفة وكطيبوه لكنني تحاولوا تقرروا تجدوه على مثلا على واحدة أو شيء لتكون شوية بردة ونضعوا مباشرة على الروخامة التي تكون في المطبخ وبالتالي يقدروا تهرس لأن الحرارة صفونة مع بردة كانت تقدروا أن يكون شقوق أو يتهرس هذا هو الشكل ليس كبير بزاف يعني تقريبا الاربعة أشخاص أو حتى الست أشخاص إلا حتى بالقطع كيف تشوفون هنا تقريبا هنا في شيء بستاشر سنتيم لا تكامل يعجبني بزاف ونجد معكم به وصفة ليماء ثم نحاول أن نطفو ونزل الوصفة ليماء بعد قريب أول شيء هنا ككتشوفون سنحتاج بسكوة لوتوس سنحتاجه هنا 250 جرام سنحاول أن نطحنه حتى يرجعنا مثل التاخير قريبا ونطفو له الزبدة سنحاول أن نطحن هذا البيسكوة ونرجعكم مرتين بعدما طحننا البيسكوة كتشوفون ثم نطفو ملعقتين على الجنب للتزيين ونطفوه 70 جرام من الزبدة المدابة يعني 150 جرام من البيسكوة سنجد نجد معلقة ونطفوه 70 جرام نطح الزبدة هنا سنحاول أن ننزل الزبدة نستعمل الأصابع أو نستعمل ملعقة كتشوفون ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف حبيبة طغيرة لا يحتاج إلى المدابة أو لا يستعمل الزبدة ثم نضيف ثم نضيف الزبدة ثم نضيف ثم نضيف ثم ثم نضيف ثم نضيف نضيف لكي لا تضغطنا جيدا و تماسك جيدا لكي لا تكون لدينا نتيجة هائلة و سوف نضعه في الثلاجة الأقل المدة التي يمكننا أن نضعه في هذا المسكويت في الثلاجة لكي يأخذنا الشكله هي 30 دقيقة يعني خلطه ساعة أو ساعتين لا شيء مشكلة الشكله يعني أصبح متماسك سوف نضع الثلاجة ونرجع معكم لمرحلة الموالية هنا سوف يحتاجون منسبة الحشوة سوف يحتاجون جبنة أي جبنة لديكم ماسك أخبوم في هذه الفياة يعني جبنة فقط لا تكون ملحة أو لها شي طعم هنا سوف يحتاجون في الجبنة التي نخدمه اليوم سوف يحتاجون فيها 450 جرام مع سكر غراسي هنا هي 90 جرام سوف نحاول أن نمزج أولا هذا المكوين سوف نحاول أنهم ينسجموا مع بعضهم ثم سوف نضيف لهم زودة اللوتوس ككشوف هنا سوف نحاول في المرحلة الموالية هنا 100 جرام سوف نستعمل هذه المكوينة سوف نستعمل اسحق و لا سوف نضيف زبدة اللوتوس سوف نضيفها مرة أخرى حتى نسجم هذه المكوينة كامل سوف يحتاج 500 ملال من الكريم الشانتي هناك الكثير من الناس يقولون أن نجد الكريم الشانتي أو نجد الكريم الشانتي في المرحلة الأولى سوف نعرف أن هذه الكريم الشانتي أو الكريم الشانتي يجبتها قليلة دسم دائما حاولوا أن تقلبوا على الكريم الشانتي التي تكون فيها نسبة دسم لا تقلش على 33% يعني دائما تقلبوا فيها 33% أو تكون كتبها فيها دوبل كريم يعني ضروري كل هذه الكريم تكون معروفة ويجربها للناس لذلك جربة ضرورية هنا سوف نجد الكريم الشانتي تكون باردة هذا الصحن هذا يخدم فيه يكون باردة بسم الله سوف نستعمل هنا 500 ملال لتر من الكريم الشانتي سوف نجد الكريم الشانتي دائما كريم الشانتي لا تحاولوا أن تطلعوا بشكل كبير بشكل كبير دائما تحاولوا هذا الصحن أو الإناء يكون ماء وتعملوا بشكل كبير بشكل كبير بشكل كبير لأننا نريد الطعم ولكن هنا كل شيء لدينا كمية السكر المتوازنة إذن سوف نحاول نحاول هذا الشكل كثير وبالطرع سوف نجد الكريم الشانتي هذه الكريم الشانتي سوف نجد الكريم الشانتي وهذه هي التي تساعد لكي نطلع لنا الشانتي التي تكون امتماسكة جيدة إذا ما قدروا تحصلوا على كريم الشانتي أو كريم فريش قدروا تستعملوا بودرة الشانتي فهي كذلك تصدق في البحر إذن سوف نجد الكريم الشانتي وأرجع معكم اشتركوا في القناة هنا من قد تصلوا هذه المرحلة هذه يعني كتشوفوا اه الشانتي بداتك التقل نتابعوا هنا رابطات كتطلع للكون الشانتي يعني ما تجهدوش عليها بالجهد في الفوية تلكم حاولوا اخدموا بشوية لانا غدتتطبح لكم زبدة حتى في اديكم هتحسوا بي اديكم هادا الفوية ولا تفهيل على اه على شكل باش كنتو كتتتربوا في الأول يعني كنهضر معكم ها شوف اه بدت تلقصح اشتو اه الشكل ديها يعني غازي نضرب هنا واحد تقريبا اه نصف تقيقها ما كاملاش هاشبه هاتي نوت هنا اه اه وجدتونا شنتي ادي Lagовانة ها نانتذر عن كيشوف هوس في zones الم joining المرحلة هال lesx دائما باش انا ننضيف شنتي الخانبي انا نضيفها بال России حاولا نجيب كمياتنا هنا في الفوي نحاولانا نتحق بهذه الطريقة هذا طريقة دائرية نجيب أنه تمزداد تماما ونضيف الكميات الثانية وهذه الكميات نقسمها على 3 مراحل طبيعة الحال القالب فات عنده فتلاجة نص ساعة هنا عندكم زوجة جديدة الحلول يجب أن تطيروها في القفاحة الطوش وتخدموها على شكلك يجب أن تضيفها مباشرة بسم الله نضيف هذه الكمية هنا بسم الله نحاول ندفع الجوانب لكي لا نحاول نحاول القالب يجعنا خوية في الجنب يعني ضروري على شكلك ندفعه بالسباطيل لا بأس أن نستعمله بالسباطيل هنا كيف ترون أن ندخلها تلاجة عندما ترون تلاجة تلاجة ترون شكلها متماسك إذا تبعتها تلقاتكم كونوا على يقين أنها تنجح معكم مئة بمئة إذن ندخلها تلاجة تبات الغبطة إن شاء الله ونكملوا طريقة هذه الوصفة إن شاء الله إذا نتلقوا في المرحلة الموالية أنا بسم الله كتشفوا من بعدما أخلتها ليلة كاملة كتشفوا الشكل كيف ندفع يعني كتجي متماسكة أول حاجة إما أنكم نجيبوا واحد سيف يكون فيه الماء سخون وتضعوا هنا تقريبا للتواني بشأنه يتفك شوي كتسخن هذه الكريمة وكتحيل لنا القلب أولا نجيبوا السكين ونبدأوا نظوروا على كل الجوانب ولكن بطريقة فنية حتى أننا نفكوا هذا القلب ونفتحوا ما تجيوش مباشرة ونفتحوا القلب لأننا هذا النهاء سوف يتفكرين حتى طورتها هذه إذا على بركة الله أنا حاولي أن نستعمل السكين دائما السكين سيكون على شكل يكون واقف ما يجيش ميلاكة أو لاكة دائما سيكون جي واقف على شكلها بسم الله شكركة ومشي نحس أن كتدخل في هذا البسكويت ولكن في التحت يكون قاسع ولكن نضغط كشفها نحاول نفتح القلب ولكن دائما نتعاملوا معه بحرار بسم الله يعني كل شي سيكون لكم سيكون لديها ثانية بسم الله نعم سيكون لكم الشكل لا بأسانية ستجيب واحد شكل ستجيب نحن ستجيب ونضغط الجوانب ستجيب نحن بالسحن وهذه كما قلت لكم ستجيب وفي نفس الوقت تجيب الترسة هنا 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 تجيب زبدة لوتوس خليتها حمام مائي يعني الماء كان سخون تفتعليها الغاز وضعت فيها هذه الزبدة قرورة وخليتها حتى تطلقت على خطرها من بعد حيتها وخليتها شدة حرارة المطبخة لماذا؟ لذلك نضخونا وضعنا هذا الكريم وهذا لا نريد نحن مرة نحركها تكون على شكل هنا بسم الله نحاول نضيف زبدة لوتوس نحاول نخدمها بشكلها الوسط نفرقها بشكلها كما ترى نرى كل الجوانب أنها تضيف أنظر نرى نحاول هذه لا نقوم بشكلها بشكلها هذه القطرات بشكلها لا نضيف هذا بشكلها تجعلها من المطبخة من المطبخة ونضيف البتكويت التي وجدناها حاولوا ان نمشوا على الجوانب يعني تقدروا تفينوا انه يبغوا تنتو ما يعني ليس ضروري على هذه الطريقة ولكن تقدروا تطيروا الطريقة اللي احبيتو كيف تشوفوا هذه الوصفة دين لما يعني وصفة كثير سهلة انتمنى الله انها تكون لديها تعجبكم وبهذه المناسبة هذه وبهذه المناسبة هذه سنة سعيدة انتمنى الله انها تكون سنة خير و سنة صحة و رزق بشما تمني تو ان شاء الله كل عام و انتم بخير السلام عليكم و رحمة الله و بركة